من دون هذه النقطة ومن دون أن نقف عندها ومن دون أن نصل إليها ومن دون أن نتشبث بها ولن نستطيع أن نتحرك بشكل صحيح ونحو سليم باتجاه معرفة إمام زماننا الحجة بن الحسن رحم الله امرئا عرف قدر نفسه الحكمة أتعلمون أين يمكن أن تنمو وأن تخضر أوراقها وأن تتفتح أزهارها وأن تكون ثمارها يانعة أتعلمون أين تكون سألنا آل محمد فأجابونا قالوا إن الحكمة تكون حيثما تكون القلوب متواضعة إنه التواضع لمحمد وآل محمد لا أتحدث عن التواضع في العلاقات الاجتماعية فيما بين الناس وهو أمر جميل وحسن الحديث ليس عن هذه الجهة الحكمة إنما تنبت أين في العقول وفي القلوب التي تتواضع في فناء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في دعاء الاستئذان الذي يقرأ عند زيارة السرداب في سامر ماذا نقرأ في دعاء الاستئذان الشريف وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تحنوا إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم إلى أن يقول الدعاء اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات نحن هكذا نخاطب الحسين حينما نزوره بزيارة وارث في الأدعية التي هي في مقدمة زيارة وارث نخاطب الحسين هكذا عودوا إلى مفاتيح الجنان عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالريق هذا هو أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالريق فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات وأرسل دموعنا بخشوع المهابة وذلل جوارحنا بذل العبودية من هنا من هنا يبدأ المسير باتجاه معرفة الحجة ابن الحسن وهذا الدعاء يقرأ في زيارة السرداب الشريف إنه استئذان لدخول السرداب وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة حتى نقر بما يجب لهم من الأوصاف إلى آخر الدعاء وذلل الجوارحنا بذل العبودية بذل العبودية وفرض الطاعة لهم من هنا نبدأ يا أشياع الحجة ابن الحسن إذا كنتم عازمين أن تبدأ المسير باتجاه معرفة إمام زمانكم من هنا منطلقنا من هنا حركتنا من هنا حين تتلاشى معانينا في جوار أفنية صاحب الأمر ليس لنا من الشأن أن ندخل في تلك الأفنية المطهرة نحن نجاور أفنيته وذل الجوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق التارك للخلاف عليكم هكذا نخاطبهم في زياراتهم وهكذا نناجيهم ونحن نعلم بقطع من أنهم يستمعون إلينا ينظرون إلينا يراقبوننا فإذا ما كانت قلوبنا هشة هشة بشة متواضعة تعيش تعيش هذا المعنى تعيش معنى ذل العبودية والطاعة والتسليم حينئذ سننتظر الفرج إنه إنه فرج الحكمة إنها رحمة المعرفة إنها القلوب التي تخلص لله فتتفجر ينابيع الحكمة من تلك القلوب على الألسنة هذا هو الذي نتحرك باتجاهه وتلك هي الحكمة وتلك هي المعرفة اليمانية الخالصة علينا أن نعرف أنفسنا وأن نعرف الواقع الذي يحيط بنا في برنامج قدمته على هذه الشاشة يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم أتمنى عليكم أن تعود لدراسته لدراسته الحلقات التي ترتبط بمضمون الخدمة كرارا ومرارا قلت وأقول علينا أن نعرف قدر أنفسنا وهذا هو الذي أتحدث عن علينا أن نعرف مخدومنا لا أقول أن نعرف قدر مخدومنا نحن لا نستطيع أن نعرف قدر مخدومنا نستطيع أن نعرف قدرنا وفي ضوء قدرنا نستطيع أن نعرف حدود معرفتنا بمخدومنا علينا أن نعرف الخدمة التي يريدها مخدومنا وعلينا أن نعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتنا هذه المضامين تحدثت عنها كرارا ومرارا وفصلت القول فيها في ذلك البرنامج البرنامج متوفر على مواقعنا الرسمية إنني أتحدث عن مواقع قناة القمر الفضائية يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم يا خادم الحجة بن الحسين أعرف ثم أخدم البداية من هنا من هنا نبدأ حينما تتذلل وتذل قلوبنا بذل العبودية في جوار أفنية الحجة بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه تذكروا ما جئتكم به وسيلة إضاحا ما يرتبط بشأن الحمزة بن عبد المطلب وما يرتبط بشأن العباس بن أمير المؤمنين تذكروا هذه المضامين وعودوا إلى أنفسكم وأنا أذكر نفسي قبل أن أذكركم وصية رسول الله لأبي ذر هذه الوصية إذا ما درسنا حياة أبي ذر إلى أن توفي رضوان الله تعالى عليه في الرابدة إذا درسنا حياة أبي ذر ذاك الذي هو أصدق ذي لهجة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هو أصدق ذي لهجة أبو ذر على الأقل هذا المقطع الذي سأقرأه عليكم من وصية رسول الله لأبي ذر كان واضحا في كل مواقفه في كل أفعاله وأقواله وفي أفعاله قبل أقواله إنني أقرأ عليكم من مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق للمحدث الطابرسي رحمة الله عليه من علماء الشيعة في القرن السادس الهجري هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة أربعمية وخمسة وستين وصية رسول الله لأبي ذر وصية طويلة لكنني سأقف عند هذه الكلمات ماذا قال رسول الله لأبي ذر أعيروني مسامعكم يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه والفقه هو العقيدة السليمة الفقه ما هو الفتاوى الفتاوى في حاشية الفقه الفقه هو العقيدة السليمة الفقه معارف القرآن الحقيقية بحسب تفسير علي وآل علي هذا هو الفقه الفقه هو هذا الذي يحمل هذا العلم ليس هذا الذي غطس في قذارات علم الرجال والأصول وعلم الكلام من قذارات النواصب كما يفعل مراجع النجف هؤلاء السفهاء ما هم بفقه الفقه حقائق الإيمان في معارف القرآن بحسب تفسير علي وآل علي لا بحسب تفسير النواصب ولا بحسب تفسير مراجع النجف تلك التفسير التي تنضح جهلا وسفاهة وابتعادا عن منهج محمد وآل محمد يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر هاي البعارين اللي احنا ماشيين وراها وين راح يودون هذا السؤال طرحته في نهاية حلقة يوم أمس أشير إلى هذا الكلام يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر الله ويرى نفسه دون ذلك هذه هي النقطة التي لا بد أن نصل إليها فالبعيدون عن إمام زماننا هم أباعر أمثال الأباعر 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 لا عيب فيها الأباعر الأباعر التي تركب إنها من آيات خلق الله ألا نقرأ في سورة الغاشية في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت ها هو القرآن يحدثنا عن جمال خلقة الإبل بما هي هي في سياق رتبتها ومنزلتها وخلقها وشأنها جاءت مقرونة إلى عظمة خلقة السماء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الأباعر بما هي أباعر الإبل بما هي إبل جميلة في حد ذاتها وكم انتفع الناس من الأباعر والنياق والجمال لكن الحديث هنا عن صورة تنتزع من شأن الأباعر ما يشير إلى انعدام البصيرة وانعدام العقل إلى جهة سلبية في هذه الكائنات وكل كائن من الكائنات فيه محاسنه وفيه مساوئه محاسنه من جهة انتسابه إلى حكمة الله ومساوئه من جهة ضعفه ونقصه بحسب أحواله التي ترتبط به من حيث هو بالقياس إلى ما هو الأعلى وما هو الأشرف لا أريد أن أفلسف الأمر إلى ذلك البعد الفلسفي العميق وحينئذ سأخرج من طوايا حديث الذي أنا بصدده يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر الحديث عن كل الناس فما بالكم فما بالكم بأولئك الذين ضللون وضللوا آباءنا وأجدادنا أيما أباعرهم يا أبا ذار لا يفقه الرجل كل الفقه حتى حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر هؤلاء تأتون بهم وتجعلونهم في جنب صاحب الزمان أي عقول عندكم ماذا أنتم صانعون بأنفسكم ماذا صنعنا نحن جميعا بأنفسنا وماذا صنع بنا أجدادنا وآباؤنا أباعر ونصفهم بهذه الأوصاف آية الله العظمى الإمام البعراني دام روثه وبعره على رؤوسنا ورؤوس العباد يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر ثم يرجع يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها وذل الجوار حنا بذل العبودية في جوار أفنية الحجة الحجة بن الحسن قلت لكم إنها صورة منتزعة يمكننا أن ننتزع صورة جميلة من الأباعر أيضا ويمكننا أن ننتزع صورة قبيحة في نهج البلاغة الشريف في نهج البلاغة الشريف في الخطبة السابعة والثمانين من خطب أمير المؤمنين سيد الأوصياء يقول فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عطرة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش الهيم هي الأبل وردوهم ورود الهيم العطاش الإمام يأخذ صورة هنا من حال الإبل العطش حينما تهجم على الماء فيأخذ صورة من جمال شوقها إلى الماء يريد منا أن نكون هكذا مع إمام زماننا وردوهم ورود الهيم العطاش الهيم العطاش إنها الإبل العطش وفي نهج البلاغة الشريف أيضا في الخطبة السابعة والتسعين والإمام يخاطب أهل العراق يخاطب أهل الكوفة أيها القوم الشاهدة أبدانهم الغائبة عنهم عقولهم إلى يومنا هذا يا أمير نحن هكذا إلى يومنا أيها القوم الشاهدة أبدانهم ما تغيرنا يا أمير إليك أنباؤنا ما تغيرنا يا أمير ها نحن كما كان أجدادنا وكما مضى عليه آباؤنا الأمير يقول أيها القوم الشاهدة أبدانهم الغائبة عنهم عقولهم عقولنا في إجازة مراجع النجف أعطوا لعقولنا إجازة مفتوحة ليس من دون راتب نحن ندفع لهم الراتب مع دفع الأخماص لقد دفنوا عقولنا مثل ما يدفن أبناؤهم أبناء المراجع وأصهارهم زجاجات الخمر والبيرة الفارغة في بحر النجف دفنوا عقولنا مثل ما دفن أبناؤهم وأصهارهم زجاجات الخمر الفارغة في أطراف النجف بعد أن شربوها حكايات طويلة مفصلة أيها القوم الشاهدة أبدانهم الغائبة عنهم عقولهم أين نجد عقولنا وأولئك الأباعر قد دفنوها في معاطنهم معاطن الأبل هي الأماكن التي تستقر فيها الجمال أيها القوم الشاهدة أبدانهم الغائبة عنهم عقولهم المختلفة أهواؤهم المبتلى بهم أمراءهم نحن لا نتحدث عن أمراء الباطل إنهم أمراء المؤمنين سادة المؤمنين أئمتنا إمام زماننا المبتلى بهم أمراءهم صاحبكم أمير المؤمنين يطيع الله وأنتم تعصونه نحن كذلك يا أمير صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه وصاحب أهل الشام وصاحب أهل الشام يعص الله وهم يطيعونه لوددت والله الأمير يقول يقول عنا عن أهل العراق عن أهل الكوفة عن أهل النجف وكربلاء والبصرة والعمارة والناصرية وعن وعن لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم الدينار آنذاك كان يساوي عشرة دراهم فالأمير يريد أن يعطي عشرة من رجال العراق كي يأخذ من معاوية رجلا من أهل الشام هذا كلام علي ما هو كلامي لوددت والله الإمام هنا يستعمل لام التوكيد لوددت لتأكيد كلامه وبعد ذلك علي يقسم بأقوى الأقسام والله بحرف الواو ولفظ الجلالة وهو أشد الأقسام في لغة العرب وحتى في الدين والعقيدة فهل كان الأمير محتاجا أن يستعمل التوكيد وأن يقسم بالله لكنه يريد أن يبين لنا من أن الأمر حقيقة ولا زال أمرنا كذلك لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلا منهم يا أهل الكوفة الإمام لا يخاطب أهل أربيل ولا يخاطب أهل الموصل يا أهل الكوفة منيت منكم بثلاث واثنتين ما هي يا أمير المؤمنين صم ذو أسمع حسة السمع موجودة بس طرشان طرمان غبران ثولان صم ذو أسمع وبكم ذو كلام يستطيعون الكلام لكنهم عند الحق شياطين الساكت عن الحق شيطان أخرس والأخرس والأخرس هو الأبكم يا أهل الكوفة منيت منكم بثلاث واثنتين والله ينطبق هذا الكلام على أصحاب العمائم في النجف فردا فردا دون استثناء أقسمت وأنا متأكد من ذلك بحسب علمي لم يكن الكلام قد سبقني يا أهل الكوفة منيت منكم بثلاث واثنتين صم ذو أسمع وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار لقد عميت بصائرهم يرون بأبصارهم ولكن لا بصيرة لهم الذي يترك العيون الصافية عيون محمد وآل محمد ويذهب راكضا إلى المستنقعات الآسنة وإلى العيون القذرة هذا ما يفعله مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل هل يملكون هؤلاء بصيرة هؤلاء هم صم ذو أسمع وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء هذا موقفهم مع إمام زماننا مثل ما يتحدث أمير المؤمنين عن الناس في أيامه الموقف هو هو مع الحجة بن الحسن لا أحرار صدق عند اللقاء بل حالهم أسوأ مراجع النجف سيخرجون لقتاله لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء تربت أيديكم ثم ماذا يقول لهم يا أشباه الإبل يا أباعر يا أشباه الإبل يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر كيف تستطيع أن تجتمع والقلوب متفرقة والقلوب قد غدرت ببيعة الغدير قد يقول قائل عامة الشيعة لا يعرفون ذلك هم يبايعون الذين غدروا ببيعة الغدير ويضعونهم تجانا على رؤوسهم ديخي يضع بعيرا على رأسه تاجا أتحفون 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أتحفون على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش ايش يعلم تركبهم تقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الأعلام أتحفل خمسة قال لي مستعجب مش دارها قلنا تركب يعني خلاغة أهم عميشيني قلت لهم مستعجب أولا عميشيني جيمي قلت لهم وكان حالة أسفل فقوش ديخ عربي فقوش ونص عباس كنا على ثقه وكلكم تعريبونا لأنه مارد أجيب الأسماء عربي قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ لا معلم إجمالي لا معلم إجمالي هذا هو واقع انت واقع الشيعة لا في الواقع الشيعة هذا هو الله أية صورة هي هذه حتى الذين يرسمون رسم الكاركتير لا أتصور أنهم يتخيلون هذه الصورة حمار يركب عليه بعير ما هم هؤلاء مراجع الشيعة يتحدثون فيما بينهم وهذا الكلام ليس خاصا بهؤلاء إنه منطق المرجعية الشيعية عبر التاريخ وإلى يومنا هذا وفيما سيأتي من الأيام أعود إلى كلام الأمير يا أشباه الإبل غاب عنها رعاة كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر يستمر الأمير في حديثه لكنه بعد ذلك يوجه خطابه إلينا انظروا أهل بيت نبيكم انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم كونوا على سيرتهم كونوا على طريقتهم كونوا كما هم صلوات الله وسلامه عليهم انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم فلن ولن للنفي التأبيدي فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردا في هلاك فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا هذا هو التسليم وذل الجوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم المضامين هي هي الأمير هكذا خاطب أهل العراق وخاطب أهل الكوفة يا أشباه الإبلي غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر تلاحظون أن الكلمات هذه تأخذ صورا منتزعة فالقرآن والأحاديث حينما تتحدث عن هذه الحيوانات لا تتحدث عن هذه الحيوانات بما هي حيوانات إنها خلق الله لكن الكلام عن صور تنتزع في حيثية من الحيثيات في جهة من الجهات وهذا هو جزء من معارض كلامهم ومن قواعد لحن قولهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعود إلى وصية النبي لأبي ذر يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر أمثال الأباعر إنها صور منتزعة على سبيل المماثلة فحال أولئك أقبح من حال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها يا أبا ذر يا أبا ذر هذه الكلمة أخطر الكلمة الآتية يا أبا ذر لا تصيب حقيقة الإيمان هذه لا أن نافية تنفي إصابة حقيقة الإيمان أن يصل إليها إلا يا أبا ذر لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم وهذا التأكيد كلهم حتى لا تستثني عجولك البشرية التي قدستها من عند نفسك حتى لا تستثني تلك الأباعر التي قادتنا في دروب الضلالة والبعد عن إمام زماننا يا أبا ذر لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقى في دينهم وعقلاء في دنياهم ما هو هذا حالنا يا رسول الله هذا هو حالنا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو كلامي أعيد قراءة هذا الكلام تدبر فيه يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها يا أبا ذر لا تصيبوا حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقى في دينهم حمقى في دينهم المصداق الأول أولئك الذين تركوا العيون الصافية وراحوا فغطسوا في العيون الكدرة القذرة إنها حوزة النجف بالضبط منذ أن أسسها أطوسي سنة 448 وإلى يومنا هذا وما سيأتي من الأيام يا أبا ذر لا تصيبوا حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقى في دينهم وعقلاء في دنياهم ومن هنا فإن النجاة فقط بالعقيدة السليمة والعقيدة السليمة تبدأ من هنا من نقطة التواضع فيما يجاور أثنية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وذل الجوارحنا بذل العبودية تذكروا من أن العباس جعل نفسه تساوي صفرا وتلك حقيقة الأمر ليس مجازا تلك حقيقة حينما وقف أمام الحسين فكان صفرا يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقل